من ضمن الحقيقة الاسئلة للمدرسين ضمن الاسئلة اللي جات لنا اا لو سمحتوا او كنت عاوز اعرف ازاي الواحد ما فقدش الثقة في نفسه لما الطلاب من عنده يمشوا انا عارف ان كله رزء اا وكل حاجة بس في نسبة بيبقوا جايين مسلا علشان يجربوا ولا حاجة ولكن ببقى انا مش عارف اعمل ايه انا سقط بنفسي في النيزء الحقيقة يجب ان الشخص يعرف اولا ايه الاسباب المشاين هل يطلب يمشوا لان اسلوب يمشي عجبهم مسلا او في مشاكل كل التفاصيل دي لازم انها تؤخذ في الاعتبار واحنا بنبحث عن اسباب يا طرق ليه الناس بتمشي من عندنا وايه المشكلة تحديدا في ده ركز على الاسباب واعرف بزبط ان ده رزق من عند الله ورزقك هيجي لك ان شاء الله في طلبة تحب تجرب كزا مدارس فاعرف برضك الاسباب لده في طلبة بتمل في طلبة مش بيحب الحزم والالتزام في ناس بيحبوا الهزارة كتير في الحصة في اهليهم بيختاروا على حسب اللي اهليهم بيختاروهم فاركز هتعرف بالزبط انت عامل ليه المهم انك تطور من نفسك وتحاول انك تطور من اسلوبك وما يكونش ممل وكل ما كان فيه تفاعلي والتدريب لزيز ولطيف كل ما كان دنيا يكون بالنسبة لك افضل بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بيها الفيديو لمتابعة كل جديد